طيب هنرجع تاني للحدثة عشان في بعض الكلام حدثة بتاعت الكنيسة عشان في بعض الكلام موجود كتير على مواقع التواصل الاجتماعي من مبارح من ساعة ما أعلن الرئيس الظهر مبارح أثناء الجنازة عن أسماء الخلية اللي قامت بالتدبير والتنظيم والتنفيذ لهذه العملية الإرهابية في الكنيسة البطرسية وأفصح من مبارح الرئيس عن اسم الانتحاري اللي اسمه محمود شفيق واللي احنا بالليل أفصحنا عن كنيته واسمه الحركي لما انتمى لولاية سيناء وولاية سيناء اللي هي باعة داعش وقلت الحركة من اسمه الحركي في التنظيم الإرهابي أبو دجانا الكناني أبو دجانا الكناني قلتلكم أنه كانت أبض عليه 2014 لما كان معاسل أسلحة ومتفجرات وكذا وبعد الأسف الشديد بعد ما النيابة حاولته المحكمة المحكمة أخلت سبيله لأنه حدث لأنه صغير السن وطبعا الداخلية مع كامل احترام المجهودات الكبيرة اللي بتبزيلها لكن الداخلية طبعا غلطت أنها ما حطتهش تحت المراقبة لأنه بعد كده سافر سيناء ويتدرب هناك وخد سلاح وكذا ورجع للأسف الشديد وينفذ العملية البشعة اللي راح دا حيطها 24 شهيد يوم الحد اللي فات فيه بقى الكلام اللي بقول لكم عن مواقع التوصل الاجتماعي الناس قلت لك يا السلام هو الداخلية بتضحك علينا طب ليه يا سيدي بتضحك عليك قالك ما آه الداخلية بتقول أن احنا عرفنا شخصية الانتحاري لما جمعنا الأشلاء وحللنا الدي ايه فقلنا لهم آه الداخلية قالت كده والنيابة كمان قالت كده فقلت لك لا انتوا بتحكوا علينا ليه يا سيدي بنتحك عليك قالك عشان الدي ايه تحليله ما بيطلعش غير بعد ست ايام والمعلومات دي جديدة بالنسبة لي أنهي تحليلي بيطلع بعد ست ايام ولا بعد خمس ايام دي مش عارف خلونا الأول نروح نشوف تقرير ونرجع بعد التقرير ناخد بعض المصادر نسألهم نسألهم الدينة بيطلع فات دي ايه وهل المعلومات التي افصعت عنها وزارة الداخلية دي يمكن الوثوق فيها ولا لسه قابلة للتعديل تقرير ثم نهوت بعد الحدث الارهابي الغاشم على الكنيسة البطرسية بالعباسية والذي راح ضحياته العشرات وأوقاع اصابات باخرين كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل القبض على المتورطين في تفجير الكنيسة ليكون مهاب مصطفى السيد قاسم واسمه الحركي الدكتور هو احد المتورطين التي اعلنت عنهم وزارة الداخلية واجمع شهود العيان القاتلين بالقرب منه انه لم يكن يختلط معهم كثيرا كما انه يعتبر جديدا في المنطقة وزارة الداخلية قالت في بيان رسمي انه فور وقوع الحادث تم تشكيل فريق بحث متخصص من مختلف اجهزة الوزارة وتم وضو تصول الابعاد المختلفة للحادث وطبيعة مصرح الجريمة ونتائج الفحص التقني توصلا الى الجناء جز مهاب دوت من ساعة ما وفات والدته ومش باين انه بيقول لك ده مسافر السعوداء بتاعه وكلام ده فهو بقاله من ساعة يعني احنا بقلنا بتاع حوالي خمسة تشهر ومشوف نوش بصراحة كما اكدت الوزارة انه تم التعامل مع حصيلة تحليل تلك المعلومات وتطابقها مع نتائج فحص المعمل الجنائي لمصرح الجريمة واشلاء جسد الضحايا واصفرت على اشتباه في احدها وهو المتهم محمود شفيق محمد مصطفى الشهير بابو دجان الكناني والمتهم بالتورط في تنفيذ حادث الكنيسة من خلال عمل انتحاري باستخدامه حزما ناسفا طيب دي بعض المعلومات وبعض الشهادات اللي بيقولها اصدقاء وجيران المتهمين اللي ورد ذكرهم في بيان بتاع وزارة الداخلية مبارح اللي هو المتهم الاول اسمه الدكتور وواضح الدكتور ده طبعا ان هو الاسم الحركي وواضح ان الدكتور ده هو العقل المدبر هو العقل المدبر واضح او كبير بتاع العملية بدليل ان هو اللي جاب محمود شفيق ده بعد ما اتدرب في سيناء وجابه واعادوا عنده واعادوا عنده والمعلومات وافقا لبان مبارح بتالي اعاد بتالي شهر شهر ونص عنده اكله ويشربه ويغزيه ويحضره نفسيا ومش عافيه وهو كمان اللي جاب له المتفجرات وجاب له الحزام النازف وجاب له التمويل يعني هو صاحب الليلة